متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتنول فيها أبرز تصريحات رئيس الجمهورية في بروكسل وكذلك الضجة اللي عملتها السيدة الأولى لتونس حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد السيدة إشراف شبيل اللي عملت ضجة كبيرة 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 برشة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الظهور المتاحة في أول زيارة خارجية لها ترافق رئيس الجمهورية ترافق زوجها إلى بروكسل وهذه الزيارة وإلا الظهور كان فما انقسام كان بين اللي يشكر ويقول مذخمها ومحليها وبين زيد اللي ينتقدوا بش نعرفوا عليش فما انتقادات لسيدة تونس الأولى اللي احنا نقولها الكلمة هذي من غير حسسية تراو لأنه هي معروفة سيدة تونس الأولى في عهد قبل هي ليلى بن علي المرال القوية الحديدية حاكمة قرطاج الحقيقية اللي تدخل في التعيينات وهذا شفني حتى عبر شهادات على التاريخ ولكن مدام اشراف شبيل بعيدة كل البعد هي قاضية محترمة برشا لا عمرنا سمعنا بها علقت ولا كتبة استاتيو ولا علقت على المشاكل اللي سايرة في الرئيسة ولا بين الحكومة والبرلمين والرئيسة ولا حتى شامرة محترمة روحة لا تعلق في الشأن السياسي ولا عمرنا عطى التصريح حتى لوسائل الأعلى ظهورها يعد على الأصابع شفناها تقريبا مرة في عيد المرأة كانت حاضرة بتزي الأزرق هذي كان المضخم يسر مرة معناها تبركل عليها ولكن باش نحكيه على برشا تفاصيل في هذه الزيارة لكن قبل كل شي فضلا وليس أمرا كان انتي أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة ادفع لي الجرس باش تصلكم الفيديوات القادمة مرحبا بكم من السيكل بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو قلت من غير حساسيات كان قوله سيدة تونس الأولى العهد السابق ولا وانتهى والحمد لله انه الرئيس قيسي صعيد على الأقل بالنسبة لزوجته فيما يتعلق بزوجته ما تدخلش بالكل في الشأن السياسي ولو انه هو في الحملة الانتخابية كان علق على الموضوع ذي خطر حاجة تقلقت وينسا انه سيدة تونس الأولى ولا سيدة الأولى في البلاد يكون عندها بيع وذريع وتحكم وكل شيء ولكن هو قال انه حتى حد من عائلته ماهم بش يدخلوا في الحكم هذه الوحود الانتخابية تفندت من بعد في الحقيقة ما نقعدين اللاحظوا وانه شقيق رئيسنا في الإسعايد يدخل في جدال مع السياسيين يكتب تدوينة ديمة على صفحته الرسمية ويعلق فيها على شنوه صار هو عنده الحق كمواطن الساعة انه يعبر على رأيه وهو أستاذ قانون أيضا دستوري ولكن شنو اللي يعمل جدل الكبير هو انه ديمة كتب دفم أزمة مثلا قانون محكمة دستورية وبعد ما نظرت فيه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اللي ما قالت فيه حد شيء لا اعترضت عليه ولا وفقت عليه ديريكتو مو اخرج الأستاذ نو في الإسعايد وعلق ووجه رسائل سياسية إلى خصوم الرئيس وديما هو تكون عنده الأولوية في انه يبرز نوايا الرئيس قيس السعيد شنو بش يعمل بالضبط يدفع يقدم حجج ادخل في عديد المرات في يعني أطروحات مع بعض النواب كما لحبيب خذر مقرر الدستور السابق وديما حصله فما جدل عليه حتى انه مرة عبدالتيف العلبي قال انه هو يحترم رئيس او مجبر انه يحترم رئيس لمانسبو لانه رئيس الدولة ولكن مش مجبر انه يحترم شقيقه وقيادات النهضة واتليف الكرامة يند برشب انه شقيق رئيسي يدخل في الشقيقة وارقيقة ويعلق على فصول البرلمين وعلى قانون المحكمة الدستورية وعلى التحوير الوزيري ويلقى في تبريرات لشيء اللي يصير والازمة الدستورية والقوانين والتأويلات ويدفع على شقيقه ولكن كما قلت تنقسم بين اللي يقول هو مواطن عادي نجم يعترايه ولكن هو احيانا الشيء اللي يزيد على الحد هو انه يوجه رسائل سياسية ويدخل في جدل واطروحات مع بعض الشخصيات السياسية الاخرى وصحيح احنا مدام اشراف جبيل ما شوفني هاش تتعلق ولا تصرح في الاعلام ولا تظهر اللي تظهر لحتى شيء امرأة محترمة على الاخر امرأة مضخمة قاضية ما تتكلمش في الاعلام بينما هذه الاتهامات اللي حكينا عليها على السيدة الاولى في تونس اللي تتحكم واللي هي تعين واللي هي تعزل واللي هي تقترح على الرئيس وتأثر في الرئيس هذه المهمة يبدو انها من يعني من شأن السيدة الاولى الاخرى او حكيمة قرطاج كما تسمى بين ظفرين ناديا أعكيشا اللي هي مديرة ديوين رئيس الجمهورية قيس سعيد مادام ناديا أعكيشا اللي تعين وفما تسري بيتكشفت هذية تعين رؤساء الحكومات وعندها بيع وذريع في التعينات والوزراء والاقتراحات وعندها ما تقول في روحها معناه في شأن سياسي بسيفة عامة ولكن اليوم بش نرجع شوية على تصريحات رئيس الجمهورية في بريكسيل هذا اللي همنا بغضر نظرها بيت فقط نعلق على كلمة سيدة تونس الأولى بيش خطر برشة نسب بيش تتحسس منها الكلمة وتقول لي ليه ولا وانتهي عصر سيدة تونس الأولى لا ليه ما نقصده به حتى شي هي فقط تسمية تتسمى في كل الدول اليوم أبرز زيارة أو أبرز تصريح في زيارة رئيس الجمهورية إلى بريكسيل اللي مشيبشي قابل عديد المسؤولين البنك الأوروبي للاستثمار مدير البنك الأوروبي للاستثمار وعديد المسؤولين الآخرين زيارة مهمة للغاية خاصة جي في أزمة متاع كورونا وأزمة متاع التلقيح وشح التلقيح ما فاميش أبرز تصريح لقيس سعيد كتب عليه ساميري البيفيو قال الرئيس قيس سعيد في بريكسيل أمام الأوروبيين ماذا قال؟ قال ليس من العدل أن يتم تلقيح أكثر من مليار شخص في شمال الكرة الأرضية وثمانين مليون فقط في جنوبها وهذا حط إصبعه على أداء لأنه ما فاميشت كيف أفرص بين الدول الدول الغنية هي اللي تمكنت من شراء التلقيح وتعقدت مع المخابر الكبرى ولقحت بالملايين للمواطنين امتاحها بينما دول فقيرة ودول القرى الإفريقية هي من أضعف الدول لأنها دول عالم ثالث دول فقيرة ما عنديش الإمكانيات المادية بيش تشري التلقيح النقطة هذه كانت علقت عليها منظمة الصحة العالمية ودعاة إلى أنه يكون فما تكيف فرص بين كل دول العالم ولكن الحقيقة هذه كلها شعارات حتى منظمة الصحة العالمية كلها تعمل في الشعارات لأكثر ولأقل وللي عندها لفلوس شريط التلقيح وللي ما عنديش قاعدة هكاكة كما حالنا أحنا نستنى في هيبا ولا نستنى في إيفاكس منظومة إيفاكس معنىها تبعثنا وإلا بعض الجرعات وعشرات الأليف منتع الجرعات لأكثر ولأقل هذا الكلام علق عليه الأعلمي سامير الويفي وقال كلام جميل وشجاع وقوي رغم أن حكامنا يتحملون جزءا من مسؤولية ضعف عدد الملقيحين في بلادنا بالذات ولكن على كل حال قالها في وجه الأوروبيين ومسكتش وكان شجاع وتحلى بشجاعة والقوة وقال اللي فما عدم تكافؤ فرص بين الدول الشمال ودول الجنوب نرجع تولي الجدل اللي أحدثته زوجة الرئيس قيس سعيد مدام إشراف شبيل اللي ظهرت في أول زيارة لها ترافق زوجها إلى الخارج ممشيتش معها في حتى زيارة سابقا كنت لابسها فسطين باللون الأسود وهذا اللي فما الناس رحبت بالليباس امتيحة قالوا لكن فما ناس أخرين انتقدتها كما الصحفية ريم شيكل رجاية لهلوي صحفية معنها معتمة بالشأن ثقافية نشوفها في قناة نسمة وعدد من القنوات الأخرى تقول عندما يلبس أو يلبس الأسود دون أي لون آخر فذلك علامة على الحزن لفراق شخص ما هذا معروف عند المسيحيين وحتى غيرهم إذن علش السيدة الأولى لبسة أسود لقاء كما هك امتاع مناسبة أخرى إذن لازم اليوم قبل الغدوة شكون له بالليتيكيت وبطريقة اللي بيس الغالب علي وعليكم ماديم وليت مرت رئيس وظهرت للعموم تنضبط للقواعد والبروتوكول لكن فما برشة ناس رحبت بليباسها وبظهورها فما زاد أرتيك الآخر تكتب على أنه زوجة الرئيس كانت عابسة وسيكتة بينما زوجة الملك البلجيكي كانت تضحك ومبتسمة لبسة لون زيهي فستين باللون الأزرق وكانت تضحك وعندها حضور أحسن من حضور زوجة رئيسة تونسي قيس سعيد برشة ناس كتبت زادة أنه زوجة الرئيس لبسة لون الأسود ربما حزنا على حال البلاد شفنا بعض المقالات اللي تكتبت من هنا وهناك على اللي بيس امتحى على أنه لبسة أسود بالكامل ما فهميش أي لون آخر على الأقل يكسر اللون الأسود وهذا السويد ولكن على كل حال امرأة مضخمة حضورها مميز في كل الأحوال شنو أريكم منتوما في لباسها هل اللباس الأسود فقط للتعبير على الحزن أم أنه سيد الألوان خليوا تعليقاتكم تحت الفيديو